قول الله تعالى قال وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وأتى بباقي الآيات وأتى بأثر ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر ثم أتى بحديث معاذ فعرف التوحيد لا كتعريف الأشاعر والمعتزل وغيرهم وإنما عرفوا بالآيات والأحاديث فكان الباب الأول تعريفا للتوحيد وتوضيحا له ثم جاء الباب الثاني وهو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب فناسب هذا أن يعرف التوحيد أولا ثم يأتي بفضله قال العلماء لأن ذكر فضل الشيء قبل معرفته ليس بشيء إذا ذكرت للإنسان فضائل أمر ما وهو لا يعرف هذا الأمر فإنه لا يستفيد ولكن إذا عرفت له هذا الشيء أولا وبينته له وضعته ثم بعد ذلك بينت له فضله ومكانته ومنزلته ناسب هذا وكان أفضل ثم أتى بالباب الثالث باب من حق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ما هو الفرق بين الباب الثاني والثالث الباب الثاني باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب أما الباب الثالث باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب قد يقول إنسان هذان البابان واحد وموضوعهما واحد ولكن يقول العلامة الفقيه الشيخ الفوزان حبيث الله تعالى الفرق بينهما أن الباب الثاني باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب أنه تكلم عن الموحد الذي لم يشرك بالله ولكن كانت له معاصي كانت له معاصي ولذلك تلاحظ أن المصنف أتى بحديث يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابي مغفرة فالباب هذا الباب الثاني يتكلم عن الموحد الذي لم يشرك ولكن كانت له ذنوب ومعاصي فهو تحت المشيئة إن شاء الله غفر له ولم يعذبه وأدخله الجنة وإن شاء عذبه وأدخله الجنة فمصيره إلى الجنة إذن هذا الباب الثاني يتكلم عن الموحد الذي لم يشرك ولكن كانت له معاصي وذنوب أما هذا الباب الثالث باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب قال العلامة الفوزان فهو يتكلم عن الموحد الذي لم يشرك ولم تكن له ذنوب ومعاصي يقابل بها الله سبحانه وتعالى لذلك قال دخل الجنة بغير حساب قال فهذا الباب الثالث أرفع درجة للشخص الذي هو أرفع درجة من الذي ذكر في الباب الثاني مفهوم يا جماعة واضح طيب ما هو الفرق طيب قال باب من حقق التوحيد وتحقيق التوحيد قال العلماء هو تنقيته وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي تحقيق التوحيد هو ما زل معنا معنا تحقيق التوحيد هو تنقيته وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي هذا معنى تحقيق التوحيد قال المصنف وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكو من المشركين إن إبراهيم وهو الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان أمة ومعنى أمة هنا في هذه الآية تحديدا أي إمام يقتدى به في الخير إلا أن كلمة أمة تأتي في القرآن على كم معنى خمسة أربعة على أربعة معاني من يذكر الأربعة معاني مع الدليل ذكرناها من يذكر أيما مع الدليل يالله يسري يقول الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة وقال تعالى وذكر بعد أمة لا المعنى شنوه هنا أمة ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة المعنى هنا أمة المعنى طائفة طائفة وذكر بعد أمة بعد زمن نعم وتأتي بمعنى زمن كقول تعالى وقال الذي نجى منهما والذكر بعد أمة يعني فترة من الزمن أيها نعم وقول تعالى إن إبراهيم كان أمة نعم أي إماما إماما يقتدى به في الخير وإماما في الدعوة الرابع الرابع إن وجدنا أباءا على أمة يعني شنوه يعني ملة ودين وكذا طيب هنا إن إبراهيم كان أمة يعني إماما يقتدى به في الخير قال العلماء ومن فوائد هذه الآية إن إبراهيم وهو واحد هو واحد شخص واحد كان أمة قالوا لكي لا يستوحش الداعية من قلة السالكين لكي لا يستوحش الداعية من قلة السالكين لطريق الحق لأن إبراهيم وهو واحد إلا أنه كم يساوي أمة أمة فهذا فيه تسلي للداعية إلى التوحيد وإلى الحق أن لا يهتم بالكثرة وأن لا يفرح بها وأن لا يغتم ويحزن بي القلة ويحزن ولذلك قال السلم الصالح إلزم طريق الحق ولا تستوحش بقلة السالكين وإياك وطرق الضلال ولا تغتر بكثرة الهالكين وذلك لأن أهل الضلال كثيرون قال تعالى إن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم قال تعالى وقليل من عبادية الشكور وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ولكن قال في أهل الحق وقليل من عبادية الشكور وقال النبي عليه الصلاة والسلام في أهل الحق وستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرق كلها في النار إلا واحدة وفي رواية إثنتان وسبعون منها في النار إلا واحدة طيب قال تعالى إن إبراهيم كان أمة فهو إمام يقتدى به في الخير هو إمام لأنه خليل الله ورسول الله ولأنه دعا إلى التوحيد وهكذا كل من دعا إلى التوحيد وأخلص النية لله تعالى كان إماماً كان إماماً في قومه وفي جماعته وفي زمنه كل من دعا إلى التوحيد وأخلص النية كان إماماً إلا أنه لا يكون كإمامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأن الله تعالى يقول وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ولهذا كل من لم يدعو إلى التوحيد ولم ينهى عن الشرك ولو كان داعية لكنه يدعو إلى غير التوحيد فيتكلم في فضائل الأعمال أو إلى غير ذلك ولا يتكلم عن التوحيد لأنه يريد أن يجمع الناس فإنه لن ولا يكون إماماً أبداً إلى يوم القيامة والواقع يشهد الواقع يشهد كل الذين تركوا الدعوة إلى التوحيد ليكونوا أئمةً ويشتهروا عند الناس ويجاملوا الخلق في دين الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل لا يجعلهم أئمةً أبداً أبداً بل هم أئمة في الضلال أما أن يكونوا أئمةً في الخير وفي الحق كلا وألف كلا إلا بالدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك وأهله ونشر التوحيد ونشر السنة بإخلاص نية هكذا يكون الإنسان إماماً من أئمة الدين إن إبراهيم كان أمةً قانتاً دوام الطاعة والقنوء والقانت هو المداوم على الطاعة المداوم على الطاعة الذي يزداد منها أي أنه يسير إلى ترق في درجات الطاعة ويداوم في طاعة الله سبحانه وتعالى وجاءت كلمة القنوط في النصوص الشرعية بعدة معاني كثيرة قانتاً لله حنيفاً والحنيف شرعاً هو المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه المقبل على الله المعرض عن كل ما سوا الله سبحانه وتعالى وقيل هو المائل عن الشرك الموحد المائل عن الشرك لأن الحنيفة لغةً هو المائل والميل ولذلك جاء الحديث في السلسلة وهو عند أحمد في المسند وهو السلسلة الصحيحة أن الرجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له ارفع إزارك كان يلبس إزاراً مسترخياً فرآه النبي عليه الصلاة والسلام من بعيد فقال له يا رجل إن كنت قال له ارفع إزارك واتق الله قال له ارفع إزارك واتق الله فقال الرجل يا رسول الله إني أحنف تستكرك بتاي أحنف أي أن في رقليه عوج وميول فهذا معنى الأحنف ومعنى الحنيف في اللغة فقال يا رسول الله إني أحنف تستكرك بتاي قال إن كل خلق الله حسن فارفع إزارك واتق الله فما رؤي ذلك الرجل بعد إلا وإزاره إلى أنصاف ساقيه قانتا لله حنيفا وانظر إلى هذه الأوصاف التي وصف الله تبارك وتعالى بها نبيه إبراهيم صلى الله عليه وسلم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين وهناك قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا إلى غيرها من الآيات حنيفا مائلا عن الشرك مقبلا على الله معرضا عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى ورغم ذلك قال الله قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين فاستحق إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يكون إماما في هذا الدين وفي التوحيد لأنه دعا قومه إلى التوحيد ونهاهم عن الشرك ولذلك كان إماما وكان قانتا لله وكان حنيفا ولم يك من المشركين وعلاقة هذه الآية بعنوان الباب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب قال العلماء هذه الصفات التي وصف الله بها إبراهيم عليه السلام من اتصف بها وما هي هذه الصفات أنه حقق التوحيد تحقيقا كاملا عليه الصلاة والسلام فمن اتصف بهذه الصفات دخل الجنة بغير حساب أن الله عز وجل وصف إبراهيم بأنه حقق التوحيد في هذه الآية فكل من اتصف بهذه الصفات دخل الجنة بغير حساب لذلك أورد المصنف هذه الآية تحت عنوان هذا الباب ولم يك من المشركين فيها من الفوائد فضيلة من ترك الشرك ومن ترك مجالسة المشركين فيها فضيلة من ترك الشرك أي أعمال الشرك من دعاء غير الله والاستغاثة بغيره والاستعانة والتوكل على غير الله والحلف بغيره سبحانه وتعالى والذبح لغيره إلى غيره من الشركيات وفيها أيضا فضيلة من ترك مجالسة أهل الشرك والمشركين لأنه قال تعالى ولم يكن من المشركين لم يفعل أفعالهم ولم يتصب بصفاتهم ولم يجالسهم عليه الصلاة والسلام ولذلك مجالسة أهل الشرك وأهل البدع والأهواء باطلة وأمر محرم وأمر يبدع الإنسان إذا جالس أهل البدع والأهواء وأعلم أنهم أهل بدع وأصر على مجالستهم فإنه مبتدع كما ذكر القرطبي والإمام أحمد والأوزاعي وابن المبارك وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من السلب الصالح لذلك قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيري أي حتى يتوبوا من بدعهم وشركياتهم أدخل أيام تقدموا شوية كدام تقدموا أخوانا تعالوا أنت تقدموا أنت هنا تقدم أخوانا هنا كدام فاضل هنا وراء برضو فاضل ومتعلق ويدخل في مجالسة أهل البدع نقاشهم نقاشهم على وسائل التواصل اليوتيوب اللاب سموشهم الواتساب والفيسبوك إلى غير ذلك نقاشهم ومشاركتهم في تلك الصفحات وغيرها تلقى الواحد مما يصبح الصباح يخش يقول لك در يشوف ناس التنظيم قالوا شنو أنت ما عارفهم ما عارفهم قاعدين يقولوا شنو لسه ما عارفتك موضوع ده انتهى زمان ودي محطة زمان يعنا عدينا منها محطة التانية ناس مشت ليها يقول لك در يوميا انت شوفهم يشوفهم ويتونس معاهم ويقول لك أنا قاعد دروت بعد شوية يضحك وداك يضحك بعد شوية يجيب شبه يجيب شبه يقول لك حلو ليه شبه انت ادخلت مشيتينك فعشان كده جماعة الناس تتقي الله سبحانه وتعالى لا تجالسوا هؤلاء ولا أولئك وفي كثير من شبابنا الواحد يشوف المناظرات حقت إخواننا وحقت يعني مشايخنا وغيرهم طوال يشمر القميص بتاعه ويفتش بس أي زولة يقول لك أنا بناظره وده الجماعة ما عارف رات شبها وعدها والله ده ده حاصل يا جماعة كثير من أخواننا وحيتتصل بي يقول لي يا أخي أنا اندي والله مناظرة مع زول في الفيسبوك ها وقل ليه شنو انت ما عارف تقول خاشي ليه انت أساسا خاشي ليه لو انت ما بتعرف وادخلك هناك شنو ذاته ده سؤال مهم جدا وأسوأ من ذلك بعضهم يقول أنا لا أضل والله العظيم يقول لك ده ما أضللني أنا أضل أنا معقول أبقى صفودي ما ممكن واحد من أخواننا بتنقش معه وقال ليه جدا قلت لك انت ليه بتخش صبحات بتاع الجماعة ديل مين بدري ومين سي امرمان بتخش ليه قال والله قال ليه والله أنا ما أبقى أتبع الناس مستعيل أنا قال ليه مستعيل كيف الحي لا تؤمن عليشنا جماعة الفتنة وحديثه الإمام أحمد وهو عند ابن أبي عاصم في ختاب السنة وصحة والألباني من رواية عائشة قالت كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وجاء برواية فقالت يا رسول الله إنك تكثر من هذا الدعاء فهل تخاف قال نعم يا عائشة وما لي لا أخاف وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فلا يجوز مجالسة أهل البدع وأهل الشركيات وأهل الأهواء لا داخل الوادساب ولا خارج الوادساب لا يجوز أبدا ومعظم الذين ضلوا وصاروا من المبتدعة والحزبيين وغيرهم الذين كانوا من إخواننا في يوم من الأيام ضلوا من هذا الباب ولأجل هذا السبب يقول لك أنا مستحيل أضل أنا والله يعارفهم يقول لك يخش أسبوع أسبوعين يختفي من أخوانه شهر ثاني يضحك مع ذيك الشهر البعدي يشتم أخوانه ذاته بعد ذاك ينشر البدع والمحدثات وينكر ما كان يعرف ويعرف ما كان ينكر وتلك الرزية كل الرزية فالإنسان يتق الله سبحانه وتعالى يا إخوان ولا يجالس هؤلاء ولا يناقشهم إلا إذا كنت في شك من دينك إذا كنت في شك من دينك ولست في إيمان أو عقيدة راسخة فابحث عن غير هذا الدين وغير هذا المنهج أما إذا كنت على عقيدة وعلى إيمان راسخ فلا تبحث عن غير هذا الدين وهذا الإيمان وهذا المنهج فإنه دين الله تبارك وتعالى وإنه منهج الأنبياء والمرسلين ومنهج أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وعليك أن تستغل وقتك وزمنك وفراغك الذي أنت فيه في حفظ كتاب الله ودراسته وتدبره وحفظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وحفظ المتون ودراسة كتب التوحيد والعقيدة بدل ما تضيع الوقت في مناقشة من لا يستحق النقاش ومناقشة من تعلم أنت يقينا أنه لا يريد الحق وأنه ينطبق عليه قول الله عز وجل وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَةِ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ فاتقوا الله سبحانه وتعالى قال وقول الله تعالى قال المصنف وقول الله تعالى وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وهذه الآية من سورة المؤمنون جاءت في صفات المؤمنين الصادقين وأعظم صفة للمؤمنين أصحاب الجنة أعظم صفة في صفاتهم هي هذه الصفة على الإطلاق وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ومعنى لا يُشْرِكُونَ أي حقق التوحيد معنى لا يُشْرِكُونَ هنا أي حقق التوحيد وما معنى تحقيق التوحيد ما هو المعنى ما معنى تحقيق التوحيد وهبه لا أكمل تصفيته وتلقيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي ولذلك استحق أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب فهذا معنى تحقيق التوحيد فهو أعلى درجة مما وحد الله وأتى بمعاصي وذنوب الذي يحقق التوحيد يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب ولا يدخل النار أبداً ولا طرفة عين ولذلك عقد المصنف هذا الباب الثالث والذين هم بربهم لا يشركون والشرك عرفه بعض العلماء هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله وقال النبي عليه الصلاة والسلام أن تجعل لله نداً وهو خلقك نداً في رببيته أو نداً في ألوهيته أو نداً في أسمائه وصفاته وعلاقة الآية بالباب واضحة والذين هم بربهم لا يشركون هم الذين حققوا التوحيد وعن حسين ابن عبد الرحمن رحمه الله قال كنت عند سعيد ابن جبير وسعيد ابن جبير هو من تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وحسين ابن عبد الرحمن هو من تلاميذ سعيد ابن جبير قال كنت عند سعيد ابن جبير رحمه الله فقال من القائل سعيد ابن جبير أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة والكوكب هو النجم الذي جعله الله سبحانه وتعالى رجوماً للشياطين هذا هو الذي يقصده سعيد ابن جبير هنا لأنه قال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة فقلت أنا من؟ حسين ابن عبد الرحمن قلت أنا وكان انقضاد هذا الكوكب لعله في ساعة متأخرة من الليل أي في الوقت الذي يغلب أن يقوم فيه الصالحون الليل ولذلك قال ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة إلا قليلاً لأنه لما قال أنا رأيت ذلك الكوكب وكان في ساعة متأخرة من الليل سيظن الناس أنه كان يقوم الليل فقال أما إني لم أكن في صلاة وهذا بعداً من الرياء بخلاف الذين يراءون وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالاً يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً فمن الناس من إذا قام الليل أو لم يقمهم يأتي ويتفاخر من الصباح لمكان العمل أو الدراسة ويتثاءب ويقول الله يا قليلاً كان طويل جداً مهما صليت الصباح يطلع إلى آخره ويخرج من الأجر ومن الثواب بالرياء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك وفي رواية تركته وشركه رواه مسلم الصحيح فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً وصواباً والخالص أي أن نية صاحبه لله عز وجل خالصاً ليست لغير الله والصواب أي أن العمل موافق لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال قال أما إني لم أكن في صلاة والله تبارك وتعالى يريد منك من العمل ما كان حسناً ولا يريد منك الكثرة بغير الإحسان لأن الله تعالى يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملاً ولم يقل أكثر عملاً وإنما قال أحسن عملاً فنحن نحتاج إلى الإخلاص وإلى متابعة النبي عليه الصلاة والسلام قال وَلَكِنِّي لُدِغْتُ أي هذا هو السبب الذي أيقظه في تلك الساعة المتأخرة من الليل واللدغة هي التي تكون من ذوات السموم كالعقرب والحية وما شابههما قال وَلَكِنِّي لُدِغْتُ قال فَمَا صَنَعْتَ من السائل؟ سعيد بن جبير شيخه قال فَمَا صَنَعْتُ قُلْتُ ارتقيت قال حسين بن عبد الرحمن ارتقيت قال فَمَا حَمَلَكَ على ذلك ما هو الدليل على هذه الرقية من هذه اللدغة ما هو الدليل الذي يجوز لك أن ترقي من اللدغة ومن ذوات السم وهذا فيه أن الإنسان لا يعمل عملاً في الدين إلا بدليل لأنه قال ارتقيت والرقية من الدين ولذلك طالبه بالدليل وفيه من الفوائد أن الإنسان إذا طلب منه الدليل لا يغضب كثير من الناس الليلة لو قلت دليلك شنو؟ طوالي عيون تعمر صح أو لا ما صح؟ لا إذا طلب منك الدليل فلا تغضب فهذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وهو على فراش الموت وهو يصيهم قال أصيكم ألا تتبعني نائحة ولا مجمر وإني بريء من كل حالقة أو صالقة أو شاقة أو كما قال فقالوا سمعت فيه شيئاً هل عندك دليل على هذا الكلام؟ وهو في فراش الموت والأثر صح والألباني في أحكام الجنائس قال نعم سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات بعد ذلك طيب قال فما حملك على ذلك؟ ما هو الدليل على فعلك هذا؟ وفيه من الفوائد أن السلف الصالح لم يكونوا يعملون عملاً في الغالب إلا بدليل قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن بريدة ابن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمة حمة بالتخفيف إلا من عين أو حمة ومعنى لا رقية إلا من عين أو حمة العين معلومة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أكثر ما يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين صحاب الألباني في صحيح الجامع الصغير وقال عليه الصلاة والسلام وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقُ الْقَدَرِ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنِ وأكثر ما يموت من أمة النبي عليه الصلاة والسلام بسبب العين بعد قضاء الله وقدره وهي سريعة جداً حتى لو كان شيء يسبق القذر لسبقته العين هذا أمر خطير ولذلك وجب على المسلم إذا رأى من أخيه ما يعجبه أن يبرك ويدعو بالبركة وفصل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في مسألة الدعاء بالبركة إلى ثلاثة أنواع ثلاثة أقسام القسم الأول قال إذا رأيت من أخيك ما يعجبك فلتدعو بالبركة للحديث الذي معناه إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو به البركة أو فليبرك تقول اللهم بارك اللهم بارك له إلى آخره الثاني القسم الثاني إذا رأيت في مالك أنت ما يعجبك فهنا لا تدعو بهذا الدعاء وإنما تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله والدليل وَلَوْ لَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ أَنْتَ أَنْتَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِلَّهِ فَجَنَّتَكَ يعني جَنَّتَكَ أَنْتَ الثالث إِذَا رَأَيْتَ مِنَ الدُّنْيَا ما يُعْجِبُكَ فَكَانَ النَّبِيُّ عَلِيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ يَقُولَ اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةَ اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةَ إِذَا الْأَقْسَامُ كَمْ؟ ثلاث مين يذكر إلينا؟ الله بشوك أوذكر إِذَا رَأَيْتَ مَا يُعْجِبُكَ أَنْتَ طيب ما شاء الله لا قوة إلا بالله إِذَا رَأَيْتَ مِنْ مَالِكَ ما يُعْجِبُكَ إِذَا دَخَلْتَ حَدِيغَ حَقَّتَكَ أو العَرَبِيَّ حَقَّتَكَ أو بيتَكَ حَقَّكَ إِنْتَ تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله الولد تقول اللهم بارك إذا شفت في شيء عجبك تقول اللهم بارك طيب نمرة اثنين نعم إذا رأيت في أخوك شيء تقوم تدعو بالبركة الثالث من الدنيا عموما تقول اللهم إِنَّ العَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إِنَّ العَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجب أو رأى شيئًا يُعْجِب من الدنيا أما اللهم لا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلْأَنصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ كَمَا جاء في البخاري هذا كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام عند حفر الخندق طيب قال لا رُقِيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَى والحمى بالتخفيف حمى تخفيف الميم هي لدغة ذوات السموم لدغة العقرب والحية إلى غير ذلك قوله لا رُقِيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَى ليس المعنى أنه ليست هناك رُقِيَةَ إِلَّا مِنْ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ وإنما المعنى الصحيح لا رُقِيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَى لا رُقِيَةَ أَفْضَل لا رُقِيَةَ أَفْضَل إِلَّا مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَى ولعل السبب في ذلك لسرعة العين ولسرعة لدغة ذوات السموم أيضا في هلاك الإنسان فالعين سريعة في هلاك الإنسان ولدغة ذوات السموم كالعقرب والحية وغيرهما أيضا سريعة في قتل الإنسان وفي موت الإنسان ولذلك تأكدت الرقية من هذين الأمرين لأن هذين الأمرين سريعان في قتل وهلاك الإنسان ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ومعنى هذا قد أحسن من انتهى إلى ما سمع أي فعل مقتضى الدليل الذي عنده ووجد دليلا وطبقه وفعل به أو فعل فعلا بدليل وهذا في من الفوائد قد أحسن من انتهى إلى ما سمع حسن أسلوب التعليم من السلف الصالح فهذا والشيخ سعيد بن جبير رحمه الله يثني على تلميذه حسين ابن عبد الرحمن لما وجده قد عمل بالدليل ولم يعمل إلا بدليل فأثنى عليه وقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع وهذا فيه قلنا من الفوائد حسن الأسلوب في التعليم عند السلف الصالح أنك إذا رأيت من تلميذك شيئا يعجب فإنك تثني عليه وتمدحه لكن بشرط إذا كان هذا الثناء لا يؤدي إلى إفساده إذا كان لا يؤدي إلى إفساده وتدعو له بالخير ولذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كثير من مصنفاته يقول اعلم رحمك الله وأيضا أرشدك الله فيتلطف مع طالب العلم ومع من يريد أن يتعلم منه العقيدة والتوحيد ليحببهم في دين الله تبارك وتعالى وفي التوحيد وفي العلم قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع قال لو أحسنت أنك عملت بما علمت ولكن وهذا فيه توطئة للنصيحة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل وأخذ بيده وقال له يا معاذ والله إني لو حبك في الله فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قال ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم قيل في الإسراء والمعراج وقيل بوحي من الله سبحانه وتعالى المهم عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام الأمم جميع الأمم من آدم عليه السلام إلى أمته صلى الله عليه وسلم قال فرأيت النبي ومعه الرهط الرهط قال النووي رحمه الله تعالى الرهط هم الجماعة دون العشرة هم الجماعة ولكن دون العشرة تسعة ثمانية سبعة فتأمل هذا نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى أعطاه الله عز وجل العلم والفصاحة والبيان وأعطاه الله عز وجل المعجزات رغم ذلك ما آمن معه إلا قليل الرهط وهم الجماعة دون العشرة ولذلك على الداعية إلى التوحيد وإلى السنة ألا يغتم ويستوحش بقلة المهتدين وقلة المؤمنين لدعوة التوحيد وإنما عليك البلاء وإنك لا تهدي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهذا نبي من الأنبياء ومعه الره وهم دون العشرة يدعوهم ويدعوهم ويدعوهم إلى أن مات يأتي بهم يوم القيامة وهم دون دون العشرة الحزبيين زمان الشيوخ الحزبيين الزولة طفش مشى في حياة التراز ذات دا كان يضرب لينا أول ما التنظيم دا بيقى براه ونحن بقينا شغالين براهنا فيضرب لينا في الركن مالله زيدا أعيتوا كم يقول لي عيدة ليل معاكم كم نوريه ونحن ذاتنا وكنا نازعجبين أها وعدة ليل داك كم برضو نعدة ليل داك كم أيوة يكفل الخط بعشوية تاني رجع ها ما كثرته كأنه نازل بين انتخابات أيوة بضرب ليه كم نبر يسري برضو كان بضرب ليه يسري دا كان حوار كبير قال فرأيت النبي ومعه الرات أي إنسان يلاحظ للكثرة فقط ولا يلاحظ إلى الحق فهذا دليل واضح على عدم إخلاصه واضح جدا قالوا وفي رواية النبي ومعه الرات والنبي ومعه الرهيط يعني حتى ره طزات ماتا والنبي ومعه الرجل والرجلان هناك نبي دعا قومه فترة من الزمان ولم يؤمن معه إلا رجل واحد أو رجلان فقط وهو نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قالوا النبي أيضا ورأيت النبي بالفتح لأنه معطوف على المفعول الأول والنبي وليس معه أحد وهناك أيضا نبي رآه رسولنا صلى الله عليه وسلم دعا قومه فترة من الزمن وما آمن معه ولا واحد ولا واحد ولكنه لم يقصر في الدعوة ولم يتوانى ولم يتكاسل لأنه أدى الأمانة التي عليه وبعد ذلك آمن الناس أو كفروا ليس هذا إليه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء قال إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ والسواد هو الشكل والمنظر للجماعة من الناس من بعيد يعني أنت ترى جماعة من الناس ولا تستطيع أن تحدد أشكالهم وأوصافهم لأن المسافة بعيدة قال فَظَنَنتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن أمته أكثر الأمم إيماناً بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم لذلك قال فَظَنَنتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي فَقِيلَ لِي هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ وهذا فيه فائدة أن قوم موسى كثيرون عليه الصلاة والسلام قال فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ وفي رواية فَإِذَا سَوَادٌ أَعْظَمٌ أي أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من أمة موسى وهي أكثر الأمم عليه الصلاة والسلام فَقِيلَ لِي هَذِي أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ سَبَعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ وفي رواية فَاستزدتُ رَبِّي فَزَادَنِي مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعِينَ أَلْفًا فَزَادَنِي مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعِينَ أَلْفًا وهنا هذه أمتك ومعهم سبعون ألفًا يدخلون الجنة بغير حسابٍ ولا عذاب لا يحاسبون ولا يعذبون بالنار وإنما يدخلون إلى الجنة مباشرةً قال فَقِيلَ لِي هَذِي أُمَّتُكُ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا هَلْ هَأُولَاءِ السَّبَعُونَ أَلْفًا هُمْ دَاخِلُونَ في قوله هَذِي أُمَّتُكُ أَمْ خَارِجُونَ عَنْهَا يعني بمعنى هَذِي أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا هَلَا المعنى الصحيح هَذِي أُمَّتُكَ من هنا وهؤلاء سبعون ألف ولا السبعون ألف داخلون في هذه الأمة الصحيح أنهم داخلون في هذه الأمة لأنه قال وَمَعَهُمْ أي من جملتهم كما قال العلماء أي من جملتهم من جملة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض صلى الله عليه وسلم فدخل منزله ولم يخبرهم بأوصاف هؤلاء السبعين ألفا وماذا كانوا يعملون من الأعمال الصالحة التي بلغتهم تلك الدرجات بعد رحمة الله تبارك وتعالى ومن حرص الصحابة على الخير ومن حرص الصحابة على الآخرة لا على الدنيا لا على الدنيا لأن الله تبارك وتعالى قال يبتغون فضلا من الله ورضوانا ولم يكون يبتغوا السلطة ولا الخلافة ولا الدنيا ولا الإمارة لأن الله تعالى قال يبتغون فضلا من الله ورضوانا وهنا في هذا الحديث لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب خاض الناس في أولئك من حرصهم على الآخرة وليس على الدنيا فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله لم يقولوا فلعلنا نحن هم من تواضعهم قالوا وهم الصحابة القائلون لهذا الكلام هم الصحابة ولكنهم قالوا فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من تواضعهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشرقوا بالله شيئا الذين ولدوا بالإسلام أي لم يعاصروا وقت الجاهلية والشرك فلم يشركوا بالله شيئا قال العلماء فيه أهمية التوحيد وفضيلة من لم يشرك بالله سبحانه وتعالى شيئا ولذلك الصحابة قالوا لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم ولم يشركوا بالله شيئا وفي قولهم شيئا شيئا دخل فيه جميع أنواع الشرك أي أنهم تركوا الشرك الأكبر وتركوا الشرك الأصغر قالوا لعلهم هؤلاء وهم هؤلاء فخرج عليهم هم هؤلاء الذين لم يشركوا بالله شيئا سواء كانوا من الصحابة أو كانوا من والصحابة لم يشركوا بالله شيئا أو كانوا من آخر الأمة من الذين لم يشركوا بالله شيئا وانطبقت عليهم هذه الصفات الأربعة التي ستأتي بالحديث وذكروا أشياء وفيه من الفوائد أن حديث الصحابة كان في الغالب في أمر العلم والدين وكان عندهم ونسى كثيرا في الفارغة وإنما كان حديثهم فيما بينهم في العلم والدين وهم يتذكرون من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب نقيف لحد دين ونواصل إن شاء الله الدرس القادم آذى وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وآله وصحابه